ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد مع ضابط مشروع النقد مقابل العمل بمرظمة الإنقاذ الدولية عبدالفتاح دروس هادي وضابط المشروع أحمد صالح عبدالله بن طالب أوجه التنسيق المشترك للاستهداف احتياج البنية التحتية لقطاعات التربية والمياه والصرف الصحي في مديريتي زونجبار وخمفر ضمن برنامج الانتعاش الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع النقد مقابل العمل وخلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة أحمد السيد عيدروس أكد الحامد أن البنية التحتية لغالبيات القطاعات الخدمية في المحافظة تعرضت للتدمير وبحاجة ماسا إلى تدخلات وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة مشددا على أن لا تقتصر تدخلات فقط على مديريتي زونجبار وخمفر ومجددا تأكيده بأن جميع مديريات محافظة أبيان بحاجة إلى تنفيذ مشاريع خدمية تنموية في جميع القطاعات اشتركوا في القناة